هيكون معنا جياني ميرلو رئيس اتحاد الدولي للصحافة الرياضية والصحفي بجريدة لجازيتا ديلو سبورت هنتكلم معي بداية لازم في البداية طبعا بعد ما شكرك على وجودك معنا وظهورك معنا في السادسة على شاشة الاهلي أبركلك الحقيقة على جواز الجولدين ساكر أو الجلوب ساكر اللي فاز فيها منتخب إيطاليا كأفضل منتخب روبيرتو منشيني بونوتشي دونا روما بجواز الأفضل مبروك وتعليقك على الجواز دي طيب الصوت واصل بوضوح أعيد السؤال تاني طيب بسأل حضرتك في البداية بعد ما باركلك طبعا على فوز منتخب إيطاليا روبيرتو منشيني المدير الفني بونوتشي طبعا المدفع لإيطاليا ودونا روما حارس المرمى بجواز الأفضل في الجلوب ساكر رأيك إيه في هذه الجواز وتأثيرها طبعا على مشوار المنتخب الإيطالي في الفترة اللي جاي الأمر أود الترحيب بقناة الأهلي وفوز إيطاليا مبارح ببعض البطولات وبعض الجوائز كان أمر هام بالنسبة لإيطاليا وهذا ما توج ألقاء بإيطاليا كأحسن مدافع ليوناردو بونوتشي وأدونا روما والدور الإيطالي ما زال في أمان بمناسبة الكلام عن المنتخب الإيطالي خليني أقول أنه كتير من عشاء الأدزوري الحقيقة ارتفعت أمالهم بشكل كبير جدا وشافوا أنه بعد تتويج إيطاليا بيورو 2020 أنه المنتخب الإيطالي قادر على المنافسة على لقب كاس العالم بل وبعض الراحل أنه قادر على تحقيق لقب البطولة الغايبة من سنين طويلة ثم فجئنا بعدم قدرة إيطاليا على التأهل المباشر هل الفوز باليورو كان صدفة ولا هل إيطاليا رجعت تعاني من نفس المشاكل ما قبل يورو 2020 إذا ما تحدثنا عن إيطاليا وتحدثنا عن بطولة اليورو لم تكن صدفة ولم تكن بطريقة ما لكن إيطاليا استحقت الفوز ببطولة الأمم الأوروبية لأن روبرتو منتشيني والفريق الإيطالي قدم أداء عظيم وأداء يستحق عليها التحية وهذا ما جنى بالأمس المنتخب الإيطالي وبعد اللاعبين الإيطاليين بالأمس في جلوب سوكر أنت بالتأكيد طبعا بحكم موقعك ساحب مشوار طويل في الصحافة الرياضية في إيطاليا وأنا كنت ابتدت كلامي الحقيقة قبل مقابلة حضرتك بفكرة أن إيطاليا كانت تمتلك جوهرة الكالسيو كان في يوم من الأيام هو المسابقة الأقوى على سطح الكرة الأرضية وكان في عدد كبير جدا من الأسماء وكانت الأندال الإيطالية قادرة على أنها تنفس دايما على كل الألقاب الأوروبية حصل تراجع وبالتأكيد أنتم تناولتم ده على مدار السنوات بالنقد والتحليل ودراس الأسباب لكن لو لخصنا الأسباب اللي قدت لده وإزاي ممكن الكالسيو يرجع بنفس القوى مرة تانية للأسف القرى الإيطالية بالنسبة للمواهب تراجعت كثيرا في الأيام الماضية والعوامل الماضية بسبب أن هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي هزت إيطاليا وهزت الاتحاد الإيطالي إيطاليا تعاني من ندرة بعض المواهب لأن وقلاء اللعابين تدخلون في الأمر وإذا ما ظهر وبزغ نجم يقومون بإخراجه خارج إيطاليا من أجل الأموال حتى أنت رأيت الأفضل في الإنتر إذا ما كان حكيمي أو لوكاكو تم إخراجهم خارج الدور الإيطالي لكن هو مشكلة كبيرة جدا تعاني منها إيطاليا بمناسبة الكلام على دوري برضو مهم ما أسمع منك تقييمك لقوة المنافسة الموسم ده في دوري الإيطالي بالموقع هذا وأنا بالقرب من ميلانو الإنتر هذا العام كوي وكوي جدا وقد استطيع الحفاظ على لقبه مع سيموني إنزاجي والميلان أيضا مع ستيفانو بيولي يقدم ده رائع لكن أتوقع وأعتقد أن الميلان سيعاني كما عاني الموسم الماضي يجب أن ننتظر النصف الثاني من البطولة لكن هناك مؤشرات مؤشرات تقول أن الإنتر قد يحافظ على اللقب اليوفي قد يعود وعوداته قد تكون كبيرة جدا وإذا ما عاد اليوفي يجب أن تخشى إيطاليا ويخشى الجميع في إيطاليا وقد يحدث العديد من المشاكل للإنتر لكن الدور الإيطالي بطولة كبيرة وكبيرة جدا ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في الأيام القادمة لأن الفريق والفرق الإيطالي تعاني هذه الأيام من بعض المبرايات الدولية والارتباطات الأوروبية نفس الشيء في جميع دوريات العالم وأنا أتوقع أن اليوفي إذا لم يفوز في المباريات الأولى من النصف الثاني سيكون بعيدا على المنافسة وأتمنى فوز الإنتر بمناسبة فترة التوقف وبشكل رسمي أو غير رسمي كثير من الأصوات الأوروبية كانت بالطالب بإلغاء أو تأجيل أو على الأقل عدم إشراك اللاعبين الأفرخة المحترفين في الدوريات الأوروبية في بطولة أمم أفريقيا اللي على وشك الإنطلاق وأنتم في حدود معلوماتي في 23 من لعب أفريقي بيلعبوا في الدوري الإيطالي هيشاركوا في البطولة هل كان في أي اعتراضات من الأندية الإيطالية أو أي اعتراضات من الاتحاد الإيطالي على مشاركة اللاعبين في البطولة أفريقية الأمر ينطبق أيضا على لعبين أمريكا الجنوبية الذين قد لعبوا مع أندياتهم كوبا أمريكا وقد أثرت بالسلب على مستوى بعض الأندية الإيطالية الأمر ينطبق بالنسبة للعبين الأفريقيين وخاصة نابولي نابولي الذي لديه أربع لعبين أفريقيين والميلا أيضا لديه بعض اللاعبين الأفاركة الذين قد يشاركون مع منتخب بلادهم لكن كما الحالة في إيطاليا والحالة في أفريقيا نحترم أفريقيا ونحترم كأس الأمم الأفريقية ويجب على كل منتخب أن يستفيد من نجوم الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية لكن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نعترض وهذا ليس دورنا كما أن إيطاليا تقوم بجلب لعبية نجل لعب عن منتخب الإيطالي يجب على الآخرين أن يستفادون أيضا مع عودة البطولة مرة تانية هل تتوقع أن تعود أيضا للجماهي للمدرجات ولا تتوقع أن يكون فيه أزمة بسبب انتشار الفيروس كورونا نحن منتظرون آخر التقارير التي قد تخرج من الاتحاد في الأيام القادمة هناك اجتماع مع رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الإيطالي لكن أنا أتوقع إذا ما حدث تفاكم في الإصابات أتمنى أن يحدث ذلك بعض جماهير قد تغادر المدرجات مرة أخرى لأننا الآن في هذه الأيام وأعياد الميلاد تم منع الاحتفالات وتم منع قامة الحفلات وتم منع الجماهير وتم منع العديد من الإيطاليين من التجول وشراء هدايا الكريسماس وتم منع حفلات نهاية العام وهذا مؤشر يعود إلى سؤالك كده يتم منع البعض لو انتقلت الملف المركاتو الشتوي ويمكن في بعض الأسماء التي تدولتها بعض التقارير أنها على وشك الانتقال في الصفقات الشتوية منهم طبعا ينسيني ناجم نابولي منهم الإيفواري بوجا منهم طبعا فلاوفيتش الاسم اللي ترشح للانضمام لعدد كبير من الاندية الكبرى في أوروبا عموما وأبرزها إنجلترا وأسبانيا على وجه التحديد آخر تطورات المركاتو وأهم الصفقات اللي انت ممكن يعني تعلم عنها حتى الآن اليوفي قد يتعاقد مع جوهرة اسمها سماكة من تسسولو وإذا ما تعاقد اليوفي مع جوهرة تسسولو قد يغير الأمر في فريق مالسيميليانو أليغري اليوفي لديه الأموال ولديه أندريا نيالي بالنسبة لإنسيني في كندا قد يكون خطوة ليست إيجابية للورنزي وإنسينيا خاصة أن كندا ليست لديها البطولة العظمى إنسينيا قد يغادر لأسبانيا قد يغادر لإنجلترا لكن تحدثنا في بداية هذا اللقاء عن المال وعن وقالاء اللاعبين جاءه عرض من الإنتر وجاءه عرض من اليوفي وجاءه عرض من بعض الأنبياء في إنجلترا لكن اختار تورونتو لورنزو إنسينيا لأن لديهم العديد من الأموال ووكيل اللاعبين هو من تدخل في هذا الأمر وهناك بعض المشاكل في نابولي بسبب إنسينيا والوضع بالنسبة لفلاوفيتش اللي يمكن عدد كبير من الأندية عرضت فكرة شراءه أو انتدابه واحد من المهاجمين طبعاً اللي تعلقوا الموسم ده بشدة في الدورة الإيطالية بكل تأكيد منتصف البطولة لأن لديه عرض كبير من نادي في أسبانيا وقد ينتقل في المركات الصيف القادم فلاوفيتش لكن فلاوفيتش مستمر في فيورنتينا لأن الدور الإيطالي سيجعله أكثر لمعادي رشحت أو شفت من شوية أن الإنتر هو صاحب أقوى وأفضل الحزوز في تحقي لقب الكاتش الإيطالي هل تعتقد أنه بتجربته ومع إنزاجي قادر على أنه ينافس حتى على لقب دوري أبطال أوروبا في آخر مباريات الدور الأول الإنتر كان أكثر إمتاعاً وأكثر إقناعاً من أي فريق في الدور الإيطالي لأن سيموني إنزاجي لديها العديد من اللاعبين وهو مدرب زكي ويقوم بتوظيف اللاعبين بطريقة رائعة الأهم في كرة القدم أن تتم أو أن يقوم المدرب بتوظيف اللاعبين في أماكنهم ويستفيد منهم وهذا ما يقوم به سيموني إنزاجي دعني أقول لك باللغة العامية الأختراعات بعض الاختراعات في كرة القدم كتبت تقلب أشياء سيئة للفريق وهذا ما يتجنبه سيموني إنزاجي يقوم بعمل عظيم مع الإنتر ويقوم بعمل أنتونيو كونتي لأن سيموني إنزاجي كان رائع جدا في لاتسيو وقد رأينا ماذا فعل مع لاتسيو وفاز معه بالكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي ولهذا يستحق أن يكون الأفضل في النصف الأول من الدور الإيطالي لهذا أنا أكد كلامي أن الإنتر قريبا من الفوز بالدور الإيطالي جياني ميرلو رئيس اتحاد الدولي الصحافة ريضية والصحفي طبعا بجريدة لجهزات هذه السبورت كنت سعيد جدا بوجودك معي على شاشة نادي الأهلي وبشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا في السادس شكرا لك